عمر وآليفر وحلوى العيد الوشيس كتابة ماريا دعدوش ورسومات علي الزين وأحسن كما أحسن الله إليك سورة القصص كم كان عمر سعيداً لأن صديقه ابن الجيران آليفر قد جاء ليمضي هذه الليلة عنده فغداً هو أول أيام العيد وغداً هو اليوم الأروع من أيام السنة كلها وعندما كان الصديقان على وشك أن يبدأ سباق السيارات دخلت جودي فجأة وقالت لن تصدقوا ماذا حصل لقد أعطتني روا وصفة حلوى العيد الوشيس الخارقة ثم لوحت بيدها بورقة صفراء فاقعة وأكملت روا هي أفضل طاهية حلوى في العالم كله وحين أطبق هذه الوصفة سأكون أنا أيضاً أفضل طاهية حلوى في العالم كله قال أوليفر نحن أيضاً نود أن نصبح أفضل طاهية حلوى في العالم كله وأضاف عمر شاركينا وصفة حلوى العيد الوشيس الخارقة وسوف نساعدك في تطبيقها لكن جودي قالت لا 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 هل أرادت جودي أن تحتفظ بالوصفة لنفسها؟ بعد ثوان وجد عمر وأوليفر نفسيهما مطرودين خارج المطبخ قال أوليفر نحتاج إلى تلك الوصفة ستكون رائعة حين أحتفل بعيد الميلاد مع عائلتي أجابه عمر إذن لنحصل على تلك الوصفة لنبدأ مهمة حلوى العيد الوشيس أسرع عمر وأوليفر نحو الخارج أدخل عمر يده من نافذة المطبخ وزحفت أصابعه إلى حيث كانت الوصفة لكن هل حصل عليها؟ صرخت جودي ابقيا بعيدين عن وصفة حلوى العيد الوشيس وغلقت النافذة لكن خطر على بال عمر فكرة أخرى أخرج من داره من علبة مستكشف الأدغال ثم نظر نظرة إلى الوصفة وأملى ما فيها على أوليفر بيضة واحدة كبيرة نصف كوب من لكن أوليفر لم يستطع أن يكتب بسرعة كافية وفجأة صرخت جودي ابقيا بعيدين عن وصفة حلوى العيد الوشيس ثم أخفتها تحت المظلة التي كانوا يحتفظون بها بجانب باب البيت قال أوليفر حزينا لم أكن أعلم أن الحصول على وصفة حلوى يمكن أن يكون بهذه الصعوبة علينا أن نستسلم لكن عمر سحبه من هراعه وقال ليس بعد عمر كان الطيار الأفضل في العالم في قيادة طائرات التحكم عن بعد وبفضل ذلك سيصبح قريبا هو وأوليفر الطاهيين الأفضل في العالم أيضا قال عمر كاميرا الطائرة تصور الآن الوصفة أجابه أوليفر ولسنا مضطرين إلى أن نكتب كلمة واحدة أيضا لكن حين وصل عمر كاميرا الطائرة بشاشة التلفزيون كان في انتظارهما مفاجأة حزينة صرخ أوليفر الخط صغير جدا أجابه عمر حزينا كان يجب علي أن أشتري طائرة بكاميرا أفضل لقد حان الوقت كي يستسلم قال أوليفر هيا بنا نلعب لعبة وحش الحلوى على أيفاداتنا لكن قبل أن يقضي الوحش على الصف الثاني من الحلوى شاهد عمر أخته تخرج مصيعة من المطبخ همس لأوليفر تعال لنرى هل تركت الوصفة خلفها أم لا فهل فعلت؟ لا لم تفعل الطاولات كانت خالية سلة القمامة كانت خالية وحتى إبرق الشاي كان خاليا هو الآخر حدق الاثنان في الحلوى داخل الفن كم كانت منفوخة كم كانت مستديرة كم كانت ذهبنية صرخ أوليفر هذه الحلوى على وشك أن تحترق أجابه عمر عظيم الآن ستصبح وجودي أفضل حارقة حلوى في العالم كله وأوشك عمر أن يخرج من المطبخ مع صاحبه حين استوقفته اللافتة الملسقة على الثلاجة دخلت جودي مسرعة إلى المطبخ وهي تصرخ حلوياتي العزيزة وحين شاهدتها تبرد على الطاولات تنهدت في ارتياح قال عمر لقد طلبنا إلى ماما أن تخرجها من الفرن في اللحظة المناسبة تسمت جودي وقالت شكرا لكما لقد أنقذتما حلوياتي ثم سحبت من جيبها بطاقتين وناولت هما إياهما وأضافت اللافتة التي على البراد ذكرتني أن العيد الحقيقي يكون بالمشاركة لذلك أسرعت خارج المطبخ ونسخت لكم وصفة حلوى العيد اللذيذة الخارقة ونسيت الفرن بعد ذلك صنع ثلاثتهم المزيد والمزيد والمزيد من هذه الحلوى وبعد الفجر جاء العيد وفي طريقهم إلى صلاة العيد تناول الجميع من الحلوى قالت الأم حلوى العيد وشس خارقة حقا أضاف الأب وأنتم حتما أفضل طهات حلوى في العالم كله ريدون مباراك